بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء الثالث من الفصل السادس لمكرر نظم التشغيل في الجزء لها جماعة نتكلم عن بيتج فولت أو خطأ الصفحة تعال نشوف يعني إيه بيتج فولت وناخد مثال عليه نقول لك تعالى نفترض إن فيه أمر وليكن لود ام عايز يتنفذ الأمر ده جماعة عشان يتنفذ لازم يستدعي بعض البيتج بحيث تكون موجودة في الفيزيكا النوري تمام؟ طيب لنفرض أثناء استدعاءه للبيتج بحيث تكون موجودة في الفيزيكا الممرأة عشان تبقى تحت التنفيذ معي وهو بيدور على بيتج محددة على سبيل المثال بيدور عليها لم يجدها يعني إيه لم يجدها؟ راح للبيتج تيبل قال له أنا عايز البيتج الفلانين أم قال له لا البيتج دي مش موجودة في الفيزيكا الممرأة لازم تكون موجودة عشان يكمل تنفيذه لازم البيتج دي تكون موجودة طيب خلي بالك هيضطر يتوقف الأمر ويقول هي مش موجودة ليه هيقول لك علشان هي مكتوب قدامي اي البيتج دي بيحكي له مكتوب قدامي اي اي دي معناها انفاليد يعني هذه البيتجيس مش موجودة فين اي ومش موجودة في الممرأة وليست موجودة في الفريم في الممرأة يحصل اي بقى جماعة يحصل ان البيتجي تيبل يروح ينادي خلاص يحصل تراب يعني في اي مشكلة حصلت والاوبريتنج سيستم يلاحظ المشكلة واول ما يفهم ان اي اي ان في امر محتاج بيج مش موجودة يروح يفهم على طول ان يدور عليها فين في الباكينج ستور معايا اه في الباكينج ستور اتفقنا عليها ان احنا بنستضيف فيها البيتجيس لفترات مؤقتة يدور عليها في الباكينج ستور يلاقيها يقوم عامل ايه يقوم واخدها من ايديها وحططها فين في فري فريم فاضي في فريم فاضي يعني كده بدأ يحل المشكلة جابها وحطها في فريم فاضي طب افرد هو ملقاش في فريم فاضي يعمل ايه قول انت يعمل ايه يخرج بيجيس موجودة ويحطها فين في الباكينج ستور ويحطها مكان المهم ان لازم البيجيس تكون موجودة دوقتي في الزاكرة لان في امر واقف وعايز يشتغل ومش لاقيه ومش لاقي البيجيس بتاعته حلو اول اول ما تبقى البيجيس موجودة فينا جماعة في الفيزيكا الميموري نروح نحدث بيانات البيجيتيبل ونقول خلاص لقناها وحطناها في مكانها هو ومكانها وليا بكم مثلا ستة وهنا ستة مكانها موجود وبقى يتبدأ لل اي تبقى كده كده البيجيس بقت موجودة والانستركشن كده ممكن يتنفذ مش كده اه نعمل اي بقى اول ما ايه ما يحصل الكلام ده بنقول الانستركشن يلا انستركشن اعمل رستارتنج لنفسك من جديد ويبدأ اشتغل من جديد عشان تنفذ شغلك البيجي موجودة ده وقت في الذاكرة فعلا يحصل ايه ان الامر اللي احنا قلنا عليه وليا كنلود ام يبدأ يتنفذ ويكمل شغل العملية دي يا جماعة عملية ان احنا امر وقف علشان مش لاقي البيجي بتاعكو في الذاكرة بيسموها ايه البيجي فولت انا محتاج دلوقتي هذه البيجيس ومالي اتحاج فبنسميها ايه يا جماعة بيجي فولت او خطأ الصفحة ولكن ما تنساش ان نظام التشغيل قدر يحل المشكلة وقدر يجبها من باكينج ستو وقدر يحطها في الفيزيكا الميموري وحل مشكلة الامر اللي بدأ ايه اللي كان عايز البيجيس وايه وكمل شغل جميل نقرأ مع بعض بقول ايه اللي بيقوم بقى بيعمل تشيكينج على البيجي تيبل اسمها ميموري مانجمينت يونيت ميموري مانجمينت يونيت شكسي بيجي تيبل وكمان بيجي فولت اكسيبشن از ريز ديو انفاليد بيت اه يحصل بيجي فولت امتا لما يبقى فيه انفاليد بيت يعني البيت مش موجود اللي بيحصل بعد كده جماعة operating system بيجي انساكنري ميموري بيروح يدور على في الايه في الساكنري ميموري جميل وبيعمل ايه بقى بيعمل ديسك اوبريشن تسواب انتو ميموري بياخدها عشان يحطها فين وبعد كده بيعمل انترابت وسواب بيجي انتو فري فريم يعني بيحصل ايه ايوه بياخد يحطها في فري فريم وبعد كده بيعمل البيت اللي هو الانفاليد اصبحت دوقت الفاليد بيت ويعمل رستارت الانستركشن اذا الخطوات من واحد الى سبعة هي الخطوات اللي احنا حكيناها بالتبصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته